السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومتتبعي قناة زاد المعرفة السليمة حياكم والله اليوم في هذا الفيديو هذا سنتحدث عن ميزة أو خاصية في برنامج المونتاج في إن هذه الميزة قليلة التي يستعملها لأنها مجموعة الناس لا يعرفها بالضبط ولكن هي ميزة جميلة جدا ورائعة في المونتاج لا تعرف برنامج يعني كتنزلهم بلاي ستوري هو برنامج مجاني بدون علامة مائية هذ الميزة هذي اسميتها الكي فريمي ولا يعني تحريك العناصر في الفيديو غادي نتقلوا للتطبيق وغادي نشوفوها يعني بشكل عملي وكيفاش غا نستعملوها وشنا هي المميزات ديالة أول حاجة كنتضغطو على برنامج جل في إنك فيما كتشوفو يعني برنامج جل في إنك ما شرحتكم فيديوهات سابقة أنك ممكن أنكم تحملوهم البلاي ستوري يعني وكتبتو على لاتف ديالكم وكتستعملوه كنشوفو يعني الإشارة ديالزائد اللي كان في الأسفل وكندغطو عليها وكنديرو نيو بروجيكت كندغطو على نيو بروجيكت مباشرة كيحولنا يعني على المكتب ديالنا فين عدنا الصور وعدنا الفيديوهات أنا في هذه اللحظة هذي يعني بغي نبيه لكم إلا يعني الكي فريم ولا الميزة ديال الكي فريم وبالتالي غدي نختار شيء بسيط نفترض هات الصورة ديال غننقلوها يعني من هات السهم هدا فوق السطح والصورة ديالنا هي هدية لاحظوا معايا هد يعني الكادر اللي ولا المربع اللي كيكون يعني في الأخير كنحدفوه وبالتالي أنا عندي يعني صورة بهات شكل هدا لاحظوا معايا هدا هي الصورة ديالي نفترض يعني أنني أنا بغيت نزيد نكبرها باش غنقوم عليها يعني بهات التجربة هدية إلا لاحظوا يعني في هات غيك نضغط على يعني على الفيديو ديالي ولا على الصورة ديالي اللي غنستعملها هنا كفيديو كي يبال لكم يعني هاد الخصائص هذي اللي كينا في هاد المربع الأصفار من باين الخصائص كالكي فريم هي ثانية يعني هي الثانية نسبة الخيار للأول يعني هي و Landscape يعني أنك إذا بغيت الrepديو من الصورة ولكن الخيار من فيديو هذا هو الكي فريم إلا حركنا هنا و دغطنا على كي فريم كي يبال لكم يعني واحد مربع دهابي إلا ازدنا حركنا ودغطنا كي يبال لكم يعني مربع دهابي إلا بغينا نحتفو ذيك المربع دهابي يعني كنعودو نضغطو علا، يعني علي العلامة ديالكي فريم اللي كان هنا أوكي تحيل كل شي كيتساءل شنو يا الكي فريم إلا بغينا نطبقوا هذا الميزة هدية غادي نمشي يعني غنضغطو يعني في هذا الخيار التاني هنا وكان ضيفو يعني صورة فوق هات الصورة ديالنا من ذلك ناخدو على سبيل المثال هذا هو كما كتشوفو الاسم ديال القانات ديالي يعني هو هذا هادي نصغره بشتبال الحركة نرجعها البداية ديالنا اللي نفترض أنا بغي ندي نحرك يعني هنا غادي ندير الكي فريم اللولى هادي نزيد الفيديو ديالي هنا وهي غادي ندير وهي غادي ندير واحدة الكي فريم وحدة اخرى رأسها غادي نطول هات الصورة يعني على طول فيديو بش بش ندير مجموعة ديال الحركات ماشي غير وحدة نرجع يعني فين كانت لاحظو كي كنت تحرك غادي نحرك المكان آخر وغادي نحرك الصورة الاسفل وهي غادي ندير واحد الكي فريم وحدة اخرى لاحظو المربع اللي ندير غادي نزيد نحرك لنفترض انني انا هنا غادي نزيد نحرك الفيديو ديالي لهذا البلاء سعيدية لاحظو بان الكي فريم كنت ندير بوحدها وغادي ندير لي كي فريم وحدة اخرى دبا غانتقلوا الفيديو من الول وغادي تشوفوا شنا هي الحاكي فاش عطاتنا شنو الحركة اللي عطاتنا لاحظو بشكل تلقائي يعني الصورة كتتحرك لي فوق الفيديو ديالي يعني الاسم ديال القناة كيتحرك فوق الفيديو ديالي لي نفترض اننا نحنا بغينا نتحكمه يعني بغينا نتحكمه في في الشكل ديال الحركة نضغطه من جديد كي بلكم الخيار اللي كان يعني الخيار الرابع دبا حاليا اللي فيه الكيرب كان كليكو على الكيرب وهنا كي يعطيكم جموع ديال الاشكال يعني كيفاش بغيتو تحركوا هاتس هالاسم ديال القناة ولا الصورة ولا اي حاجة بغيتو تحركوها فوق الفيديو كتاخذ واحد المسار معين واحدة يعني واحدة حركية معينة نفترض اننا نحنا غادي ناخدو هذا غنطبقوه غاتشوفوا الحركة كيفاش غتندر لاحظوها عودوها من جديد بيش تبلكم احسن لاحظو هنا من جديد يعني ناخدو واحد كيرب واحدة اخرى في ديك الماكان هاداك ناخدو على سبيل الميتلادية لاحظو الحركة نجربوها من جديد نبدو من جديد غتبلكم الحركة هناك تبان حركة اخرى وهناك تمشي حركة نوقفو هنا نفس العملية نضغطو ونمشو الكيرب نبدلو ذلك الكيرب اللي درنا في الاول ناخدو واحد الكيرب واحدة اخرى بهالطريقة هادية وهناك تعطيكم حركة بشكل واحد اخر نضغطو نزديد نمشي هنا في هاد الكيرب هادية نبدلو هاد الكيرب هادية يعني هاد الحركة هادية نفتريد انه نحن بغينا ناخدو هاد اوكي شوفوا الحركة يعني كيفاش كتندير نفتريد يعني نفس الشيء يعني هاد هاد المكان هادا كيرب عندنا هنا مستقيمة ناخدو كيرب واحدة اخرى يعني عندما صار واحد اخر نفتريد هاد الكيرب هادي ناخدوها بهالطريقة هادي وغادي نجربو لاحظو معي الحركة كيفاش كتندير نعودو من الاول باش غايبانو لكم لا لاحظو اوكي اوكي هنا كانت هادي هي اللي كيرب يعني الطرق باش كنستعملو يعني اللي كنستعملو بها هاد هاد الخاصية ديالكي فريم اللي القليل جدا اللي كيستعوبها وكيستعملها وبالتالي يعني هي خاصية جد مهمة اللي نفتريد نرجعو دبع حاليا الى بغينا يعني نحيدو نحيدو شي كيفريم واحدة اخرى يعني على سبيل المثال هادي بغينا نحيدوها إلا بغيت تحيدها يعني مباشرة بعد ما كتدير الخط عليها يعني كتبالك الكي فريم في المربع الأزرق يعني في المستطيل فين كين الخيارات كيبالك عليها عمليات ناقص كتكليك عليها وكيتم الحدف دياله وبالتالي غانب داودابة من جديد غيب لكم بأنها قفزات عن يعني دك دك الكي فريم اللي حدفنا وبالتالي اخذت ما صار واحدة اخر لاحظوا معايا يعني ميزة جميلة جدا ممكن أنك يعني أنك يعني تلغي على سبيل المثال نقوم بعملية ديال الإلغاء ديال كلهم وغادي نمشيو كما كتلاحظوا غادي يلغي كل شي لاحظوا دبا معايا حاليا لنفترض أنني أنا يعني بغيت نخليها هاد 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 يعني هاد الصورة ديالي ولا الاسم ديال القناة ديالي يعني بغيت نخليه يعني بغيت نخليه في الأعلى في مكان واحد ومن بعد يعني غايم يمشي ويجي فوق الصورة ديالي من اليمين اليسار او من اليسار اليمين بها الطريقة ديالي لاحظوا معايا يعني كان حرك الفيديو وكان طلع الاسم ديال القناة كان حركه وكانت ندار ليه كيفريم يعني الراس ها كتبان أوتوماتيك يعني كتبان ليه على الشريط ديالي ديال الفيديو دبا غادي نجربو وغادي تلاحظو شنو غادي تعطيني لاحظوا معايا أوكي لنفترض أنه يعني أنا ناخده من جديد يعني بغيت هنا نديرو دوبليكا بها الطريقة هادي يعني اخديت جوج وعندي الكيفريم عليهم بجوج وهنا غادي نكتشفو واحد القضية هما كين طابقوا أوكي إلا بغيت يعني وحدة مهدومة يعني غنلغي عليها الكيفريم لاحظوا معايا هادي نشوفو لاحظوا محيدا هادي هنزربو الفيديو شوفو معايا من زديد أوكي هادي نرجعو هادي نلغيو أوكي لاحظوا معايا ممكن يعني أنكم تستعملوا يعني تستعملوا جوج ثلاثة اربعة وإلا بغيتوا تغطي ويعني لنا مجموعة دي الأوقات يعني كنشوف ناس كيديروا فيديوهات وكي بغيوا يعني يغطي والوجه دي الأطفال ولا وباشي حويش ما بغين هاش تبين وكي يستعملوا يعني يعني بعض الصور والملساقات وهي ممكن أنك تستعمل هاد الميزة ديال كيفريم باش تغطي بدون ما يعرف المشاهد بأنك انت غطيتي شي حاجة يلعزوا بكم الفيديو شتركوا معانا خليونا التعليقات خليونا اللي لايكات اللي عنده شي سؤال يخليهنه في الإنستغرام ولا يخليهنه يعني على الفيسبوك دائما كما كنقول لكم يعني الاسم ديال لاباج ديال الإنستغرام ديالي هي زاد المعرفة السليمة وكتلقاوها يعني في الوصف ديال الفيديو ولا في الكوفر ديال القناة نفس الشيء بالنسبة يعني لاباج ديالنا على الفيسبوك هي زاد المعرفة السليمة ما تبخلوش علينا بالأسئلة ديالكم وأكيد جدا غادي نجاوكم شكرا لكم وإلى فيديو قادم إن شاء الله موسيقى موسيقى